ما هي النقاط الخلاف الآن الموجودة أساسا ما بين نتنياهو واللي هما الحلفاء المقربين منه بنقفير وسموتريتش وكلاهما يرأس حزب ويتحالف مع نتنياهو اللي يرأس اللي كود اللي هو رئيس الحكومة والباقي قلنا نروح لهم واحد واحد من الشخصيات المهمة نتنياهو وسموتريتش وبنقفير هم يحملون محدث 7 أكتوبر لقادة الجيش قائد الجيش قائد المصاد قائد الشابات الأجهزة الأمنية والعسكرية هي التي فشلت السياسيين لم يفشلوا نتنياهو لم يفشل الحكومة لم تفشل لأنها ليست هي المكلفة بالأمر العسكري والأمني الذي فشل في 7 أكتوبر وكانت هزيمة منكرة هو الجيش قادة الجيش بما فيه موزير الدفاع اللي هو عضو في حزب نتنياهو غالانت ولكن مختلف معاه وعنده خصومة كبيرة معاه قالوا نعم نحن نتحمل المسئولية على ما حدث في 7 أكتوبر ونحن بعد الحرب مستعدين أن نقدم أن ندفع الثمع ومعارفين كلهم سيطردون وبعضهم سيسجم لكن قالوا لسنا وحدنا لأننا نحن في النهاية في بلد ديمقراطي مدني يحكمه رئيس الحكومة وهو الذي يعطينا التعليمات لو أمرنا بفعل شيء لا فعلناه وقالوا بأن واحدة من أكبر الأخطاء أنتع 7 أكتوبر هو أن نتنياهو أمر بنقل أعداد هائلة من العسكريين الإسرائيليين من غزة من المناطق المحيطة بغزة إلى الظفة الغربية لأنه يعتقد بأن حماس تم ردعه تم تخويفه ولن تقوم لها قائمة ولأنها لم تشارك في حرب الجهاد الإسلامي مع إسرائيل في 2021 فهي خلاص راهي مرضوعة كان يسموها حماس المرضوعة أي حماس اللي تريد أن تعيش فقط هي قادتها وكذا يريدون أن يحياه ويجيبوا شوية عمل وشوية مال وشوية اقتصاد للشعب الغزاوي كان هذا هو قناعة نتنياهو قالوا له هذه هي الخطيئة الكبرى في التفكير لأننا لو كان ما كناش ماشيين بأن حماس مرضوعة ولو كان ما انقلتش بعض الألوية إلى الضفة الغربية كان ربما سبع أكتوبر ما يتمش بالطريقة اللي تم بها المهم فيها خصوم بمعنى أن نتنياهو لا يعترف بأنه تسبب في سبع أكتوبر ما هي النقطة الأخرى؟ إذن يختلفون حول من هو المسؤول عن سبع أكتوبر يختلفون عن اليوم التالي لغزة نتنياهو وبنغفير والوزراء المتطرفين سواء اللي معاه أو اللي معاه سموتريتي وبنغفير يقولون بعد التدمير يجب أن يأتي التهجير الآن لن ندمره في غزة ونمتفقين على تدميره بعدها يجب أن يأتي التهجير في البداية كانوا يتحدثون عن تهجير قصري الآن يتحدثون عن تهجير قال لك نشوفوا دول مثلاً نبدأوا قال لك تكلموا مع الكونغو كينشاسا آه زاير سابقاً باش يرسلوا لها عشرات الألافة ومئات الألاف من الغزويين قال لك نتكلموا مع سكوتلندا نتكلموا مع أستراليا نتكلموا مع كندا مع أمريكا مع كل الدول اللي يأخذوا فلسطينيين من غزة ويخلوا النغزة هذه ويبعدوا علينا هذا الإرهابيين المخربين كما يسمونه هذا الأمر مرفوض عالمياً ويرفضه أيضاً بعض السلسة الإسرائيليين لماذا يرفضونه؟ لأنهم يعرفون أن هذا يخالف القانون الدولي وأن دول العالم ستجتمع عليهم ويقول لهم لا هذا غير مقبول التهجير القصري يعتبر جريمة في القانون الدولي وهما إذا كانت أصلاً أرى متهماً بالإبادة فقالك التهجير سيشكلنا مشكلة ماذا يريدون طرف الآخر داخل إسرائيل؟ ماذا يريد لغزة؟ يريد القضاء على حماس عسكرياً ومدنياً ما يخليهاش هذه متفقين حولها ولكن يقول لك نجيبوا السلطة الفلسطينية أو نجيبوا بعض القبائل الفلسطينية وبعض الشخصيات الفلسطينية تدير قطع مختلفين في هذه إما السلطة إما مدنيين فلسطينيين ليسوا أعداء لنا صرح بها جالانت وزير الدفاع أمس قال غزة سيحكمها فلسطينيون ليسوا أعداء لإسرائيل بمعنى عملاء لإسرائيل بعبارة أخرى هذه نقطة الخلاف الثانية ما بين نتنياهو بنغفير سموتريتش من جهة وما بين الإستابليشمنت المؤسسة الدولة العميقة اللي يعبر عليها أحياناً وزير الدفاع غالانت يعبر عليها غانتس من المعارضة لا يائر لبيد من المعارضة أو قدماء رؤساء الوزارات مثل يهود أولمارت أو يهود باراك أو غيرهم أو جنرالات سابقين يقولوا لا نجيب عملاء فلسطينيين هم يحكموا غزة نعم نقضي على حماس رم تفقين لكن نجيب عملاء فلسطينيين يحكموا غزة ونحن نخرج منها لأن إذا احتلينا غزة كارثة وإذا هجرنا أهلها إلى خارج غزة العالم كله يكون ضدنا وأمريكا لا تريد احتلال غزة ولا تريد تهجير تريد أن تأتي بالعملاء يحكموا غزة لماذا؟ أمريكا عندها خبرة وعندها تجربة حال السلطة الفلسطينية هاي تقوم لهم بالدور بن سلماني يقوم لهم بالدور السعودية السيسي يقوم لهم بالدور في مصر الجنيرات في الجزائر يقومون بالدور وهكذا الأنظمة العربية هذه هي عملاء وكلاء يقومون بالدور ينهبوا البلدان يضعفوها يضعفون جيوشها يضعفون شعوبها يفقيرونها ويقدمون الولاء للدول الغربية التي تحميهم وتساعدهم ومرات معهم الروس والصين أيضا إذن الامبراطورية راي تفكر تفكير والجماعة المتطرفين هذون اللي في هناك يفكروا تفكير وكأن الامبراطورية تفكر تفكير الصناعي الكبير الانديستريال اللي عنده مثلا المصانع وعنده شركات بينما بنغفير ونيتنياهو وسموتريتش يفكروا تفكير الشوب كورنر هذا كما يسموه أو الكورنر الشوب اللي هو موجود في القنت ويبيع ويشريك تاكل يوم يعني شوب صغير محل صغير إلى آخر فالتفكير الامبراطوري لأن أمريكا تتحكم في العالم بشكل أو بآخر موجود كما التفكير المحلي انتع هؤلاء اللي أصلاً ما عندهمش خبرة في السياسة مثلاً بنغفير هذا متهم بالإرهاب وكانوا سجنوه في فترة معينة ولكن لأنه بداء الشعب المتدين ليتبع اللي في إسرائيل يكثر خلاص ماقدرولوش ماقدرولوش يعودو ونحولوا تهمة الإرهاب ولا وزير ومش غير وزير وزير الأمن القومي كان متهم بالإرهاب وصبح وزير الأمن القوم سموت ريشي مثله يعني إذن الدولة العميقة والمعارضة العلمانية والأحزاب العلمانية تعرف بأن تهجير الفلسطينيين غير ممكن واحتلالهم غير ممكن إنما يتم ذلك عن طريق ميليشيا مثل ميليشية عباس إذا مش ميليشية عباس يجيبوها يجيبوه محمد دحلان لراف الإمارات وآخر ما هي النقطة الثالثة للخلاف لأننا نحكوه ورهي بيناتهم نقاط تعخيله نقطة الثالثة للخلاف هي الولايات المتحدة الولايات المتحدة الرئيس بايدن قبل قبل حوالي ثلاثة أسابيع دارت تصريح خطير قال فيه على نتنياهو أن يغير هذه الحكومة إذا أراد أن ينترسل في الحرب يعني أنه معه بنقفير وسموتريتش هذا ما نكترح بعيد بنقفير وسموتريتش ممنوعين من دخول أمريكا ليس لديهم رسميا لكن قالوا لهم غير مكان لها تجو وكثير من دول أوروبية لا يرحبون بهم لا يمنعهم رسميا لكن بعض المستوطنين الكبار الآن ممنوعين من دخول دول غربية بالأسم يهود إسرائيليين صحاينة من المستوطنين ممنوعين من دخول بريطانيا ألمانيا أمريكا إلى القوائم فهذه المستوطنين المستوطنين هذون واللي كما قلنا فيه سموتريت وبنغفير إلى آخره يصاعدون مع الولايات المتحدة مثلا سموتريت صرح قال إننا لسنا نجمل واحدة رقم 51 في العالم الأمريكي نحن دولة مستقلة وشكرا لأمريكا لأننا تساعدنا لكن لا تستطيع تدخل في شؤوننا يعني كلام تعهبال يعني لو لأ أمريكا لأمريكا لأسرائيل هذا يختفي عشرات الآلاف الأطنان من الأسلحة أرسلت بواخر مليئة بالأسلحة أرسلت جنود أرسلت أقمر صناعية وضعتها فوق غزة أرسلت بوارج حربية حاملات طائرات 14 مليار دولار دعم دبلوماسي دعم سياسي دعم إعلامي بدون أمريكا كانت نهارت هذه في أمام غزة فقط إذن فالأخرين يقولونهم شوية يحطوا رجلكم على الأرض هذا الكلام كي تقولوا باللي إحنا ما نستعرفوش بأمريكا وأمريكا ما تدخلش في شؤوننا رهي بدون أمريكا لن نستمر وهنا نقطة خلاف رئيسية إذن أخرى إذن مجموعة من نقاط الخلاف خاصة اليوم التالي لغزة ماذا نفعل بها خلاف رئيسي من هو المسؤول عن 7 أكتوبر والإخفاقات والفشر الرهيب والعلاقات مع الولايات المتحدة هذه كين ما زال نقاط أخرى لكن هذن هما باش من نتوسعش أكثر ولا نقتربه من ساعة هذن هما نقاط الخلاف ما بين نتنياهو وحلفاء من الصهيونية الدينية بالمناسبة نتنياهو علماني نتنياهو علماني صهيوني متطرف بنخفير واسموتريتش متدين صهيوني متطرف كين اليمين الآخر مثلا مفاز هذا لعينه رئيس اللجنة وهو الجنير السابق ووزير السابق واليمين تقليدي مثلا كين اليمين الوسط غانتس هذا مثلا اليمين الوسط كين الوسط إلى آخرها كين يمين وكين يمين متطرف اليمين المتطرف موجود العلماني والصهيوني والمتدين وكلاهما صهيوني متطرفين هذه الخلافات كلها تزداد وجدنا مثلا غارنت يهاجم يعارب نتنياهو في قضية اليوم التالي لغزة برغم أنه وزير دفاعه هو من نفس الحزب المناسب لكن بين غالنت هذا وزير دفاع ونتنياهو بناتهم خصومة كبيرة كان نتنياهو طردوا قبل ربع شهر إلى خمس شهر لما اشتدت المظاهرات في قضية التعديلات القضائية طردوا لكن لما طردوا كاد الحزبا ينقسم حزب الليكوت وأيضا كبار الجنيرالات كده قالوا له ردوا إلا ما تردوش ستسقط الحكومة فاضطر أن يردوا فبناتهم خصومة وإن كانوا من نفس الحزب فغالنت إذن ينتقد بنغفير وينتقد نتنياهو وشن هجوم هو أيضا طريق غير مباشر على بنغفير وسموتريش لسبق قائد الجيش غانس كما قلنا قال نتنياهو عليك أن تختار بين أمن إسرائيل ومصالحه وبين السياسة لكن غالنت مثلا أيضا وهو وزير دفاع انتقد قائد الجيش لهو متحالف معه لكن انتقده قال له لماذا لم تخبرني بتعيين اللجنة قلنا اليوم التالي لغزة اللجنة العسكرية هذه للتحقيق 7 أكتوبر وأمريكا أربع نقاط خلاف قالوا لم تخبرني أنا وزير دفاع وانت قائد الأركان كان يجب أن تخبرني لكن هو لم يخبر لأن الدولة العميقة لمثلها هنا قائد الأركان وإن كان ترى في غالنت وزير دفاع مش متطرف مثل نتنياهو ما هوش مهبول إلى آخره لكنه يبقى وزير في حزب نتنياهو فهذه أيضا نستطيع أن نقول أن هناك اليوم خصومات متساعدة ومتعاظمة وبين أطراف متعددة وإن كان أهم طرفين فيها هو اليمين المتطرف العلماني والمتدين ومن جانب الآخر الآخرين كلهم سواء كانوا الوسط اليسار تقريبا منتهي سواء كانوا اليسط يمين الوسط اليمين التقليدي الدولة العميقة قدماء الجنرالات كبار الصحفيين إلى آخره هذا ينذر كله لنقدرنا ننهي به هذا الموضوع ممكن عادوا نرجعولهم أننا في الأيام القادمة سنرى أن مجلس الحرب قد تفكك اللي فيه كما قلنا خمس شخصيات نتنياهو غالانت غانس أزن كورت وشخص خمس جنرال خمس علاش يتفكك ينسحب منه غانس إذا انسحب غانس من مجلس الحرب يتفكك وربما أيضا ينسحب من الحكومة وإذا انسحب من الحكومة أكيد إذا انسحب من مجلس الحرب سينسحب من الحكومة قد لا تتفكك الحكومة لأنها كانت موجودة قبله ولكنها ستضعف بشكل كبير جدا ويجد الولايات المتحدة تجد يومها نفسها مع المتطرفين سواء نتنياهو أو بنغفيروس موتريتش مما يعمق العلاقة والخصومة كان خصومة الآن لكنها رأي تحت لغة يعني يرام ساكتين عليها مثلا لما خرج هذا مسؤول التنسيق المجلس الأمن في مجلس القومي قبل يومين أو ثلاثة وين يقول باللي لا يمكن القضاء على حماس هذه الرسالة بعثوها للجماعة المتطرفين قالوا لهم لا يمكن القضاء على حماس إيديولوجيا وفكريا ممكن القضاء لها عسكريا لكن إيديولوجيا لا يمكن عندما يسحبون حاملة الطائرات من مياه القريبة من غزة وترجع للولايات المتحدة هذه إشارة عندما لا يبيعونهم طائرات الهليكوبتر الأباتشي بعدما طلبتها إسرائيل هذه إشارة عندما توقفوا عن إرسال الأسلحة الفردية اللي بعد ما شافوا أن ابن أغفيري مدفع المستوطنين هذه إشارة هذه كلها إشارات لأن هناك خلاف صامت وبلينكن هذه المرة وجايهم ويهودي وقال في البداية قال أنا يهودي النهار الأول لما جاء إسرائيل لكن هذه المرة جاي ويجد هذا الكيان متصارع ومتخاصم كما لم يسبق له مثيل يجد هذا الكيان بعد تسعين يوم واحد وتسعين يوم ورح يقابلهم بعد يومين تولي ثلاثة وتسعين يوم لم يحقق أي شيء بالمعنى الانتصار العسكري اللهم إلا تستثنينا اغتيال العروري اللي تم في بيروت وليس في حتى في غزة أنه بعد تسعين يوم حاصل مع مجموعات إرهابية كما يسمونها أنه مع الدعم الغربي والأمريكي خاصة ما زال ما استطاع شأن يحسم المعركة أنه قتل أكثر من 22 ألف وجرح أكثر من 56 ألف وهدم المستشفيات وهدم كل شيء وهل غزة صامدون إذن الحقيقة الذي يؤدي أو أدى إلى هذه الخصومات وأدى إلى مزيد من ظهور هذه الخصومات هو الفشل والفشل هذا فشل في تحقيق انتصار على أهل غزة في تحقيق انتصار على المقاومة في خرج ويرفدو العلامات مثلا قادة الإعلام الأبيض قادة المقاومة فشل رغم حصار غزة رغم تسعين ألف طن من المتفجرات رغم توحش غير مسبوق عندما فشلوا بعد تسعين يوم أمريكا هذه دولة مادية براغماتية هي والغرب يعطيك وقت يستثمر فيك بس إذا شافوا هم عندهم استراتيجيات خاصة في البزنس إذا شافوا بزنس كل ما يحطوا فيه دراهم يزيدوا يخسر يغلقوه إسرائيل ما هيش بزنس باش يغلقوها بالصح يقولوا لها خلاص هنا تتوقف الأمور الآن أمريكا هي اللي يطالب بهذه المرحلة الثالثة ولذلك المقص لأنهم كانوا يقتلون في المعدل ما بين 300 إلى 400 ويجرحون ما بين 600 إلى 700 الآن تلاحظون أنهم يقتلون أقل من 200 ويجرحون حوالي 300 إلى 400 مقتل شخص واحد كارثة جريمة عظماء لكنهم الأمريكان فرضوا عليهم أن يقللوا من القصف على المدنيين قالوا لهم للعالم لن يقبل مزيد من قتل المدنيين ما زال يحدث قتل المدنيين لكنها يضغطت ولذلك يتحدثون عن المرحلة الثالثة الآن هذه الخصومات وهذه الصراعات داخل كالي الإسرائيلي بعد الله سبحانه وتعالى يعود فيها الفضل للمقاومة الصامدة والشعب الأكثر ثبات وأكثر صمود حتى لو كانوا انتسروا أو انهزمت هذه المقاومة أو فرأ أهل غزة أو خرجوا يتظاهرون ضد المقاومة يقولوا كلهم متعنقين وحبوا بعضاهم لأنه كما يقول مثل الانتصار له كثير من الأباء والهزيمة يتيمة فهما الآن كل واحد يرمي الهزيمة على الطرف الآخر وهذا مؤشر آخر أنهم هزموا باستراتيجية في 7 أكتوبر ولم ينتصروا لحد الآن ولو عسكريا بعد 90 يوم من حرب متوحشة مدمرة لم يسبق لها مثيل حتى بقول الإعلام الغربي الحليف لهم ترجمة نانسي قنقر